يوم تل والآخر يمر على السودان ولا تزال أصوات المدافع ترتفع على وقع الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع اشتباكات تكشف معها مشاهد إنسانية مؤسفة وقصص مؤثرة من تداعيات الأزمة لاست فقط على السودانيين بل طالت أيضا المختربين من دول أخرى وبينما تتحرك الدول لإنقاذ رعاياها ومواطنها من قلب المواجهات يأن عدد من الطلبة النيجيريين في السودان ويصرخون لإخراجهم من وسط المعركة طالب جامعي نيجيري قادته الظروف إلى الدراسة بجامعة الخرطوم سجل مقطعا مصورا حاول خلاله إخفاء وجهه كشف فيه عن أنه ومواطنيه النيجيريين البالغ عددهم أربعة آلاف في السودان يستغيثون بجميع الدول والجهات التي تقوم بإجلاء رعاياهم بمساعدتهم على الخروج من السودان صرخة أطلقها الطالب النيجيري واصفا الوضع الذي يعيشه وزملائه الطلاب والآلاف من مواطنيه بالمأساوي انقطاع في الكهرباء لا مياه للشرب ولا طعام ولا حتى أموال تساعد على شراء أبسط الاحتياجات هذا هو حال النيجيريين في السودان الذين تقطعت بهم السبل ولا يستطيعون التواصل مع صفارتهم أو ذويهم على حد قول الطالب النيجيري فما بين رعايا تهتم دولهم بإجلائهم وآخرين لا تلقي لهم دولهم بالا يظل المدنيون هم أكثر من يتكبد المعاناة جراء الاشتباكات في السودان والتي لا أفق لانتهائها حتى الآن شكرا